إذن ما دام الإنسان يعيش في شبابه فهو في مرحلة يتمنها اثنان من الناس يتمنها الأحياء على مستواهم أو على مختلف طبقتهم وأنت في مرحلة كذلك يتمنها الموتى الموتى الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر على قبور لبعض الناس قال إن أصحاب هذه القبور لا يتمنى الواحد منهم أن يرجعه الله إلى الدنيا فيركع ركعتين مما تحقرون من صلاتكم يعني تشتركوا ركعتنا نريد أننا حضرينهم الموتى الذين يرون في القبر ذلك الآن يتمنوا أن الله يرجحهم ويصليوا ركعتين مما نحن الآن نحتقر من ركعتنا وهذه غبن نسأل الله السلامة والعافية ولذلك الإنسان لازم دائما يشوف وينظر إلى ما ينفعه قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هذا الحرص على ما ينفعنا هو تحديد هدف معين يفكر الإنسان بروية يجلس مع نفسه ويسأل سؤال ويقول ما هو أفضل مشروع أقدمه في حياتي ما هو أفضل مشروع؟ أفضل مشروع تقدمه في حياتك هو أن تنال الفلاح والفوز العظيم عند الله الله سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والله الدنيا مشات لكل الناس بكل أحوالها صار ناس أغنياء وناس فقراء الناس مشاوا في الدنيا هذه وهم عليهم ديون ومرت الديون وما جاء الموت وأنسى في الديون وجاء الناس مرت بقروب وأمراض وهذا المستشفى أمامكم مدخل تلقى الناس ليقصلك قستو ينسيك في الآخر ولكن دير في بارك بأن الموت سينهي ألم المريض وينهي وسامة الوسيم وينهي الشباب ومرحلته وينهي الشيخوخة ومرحلتها سينهي الموت كل شيء ويبقى شيء وهو الوقوف بين يدي الله لما يوقف الإنسان أمام الله يوم القيامة وينظر إلى النار وقد جاء بها أربع ملاير وتسعمائة مليون ملك يجرونها وينظر إلى الجنة وقد أزلفت للمتقين فذاك الله سماه يوم الحسرة يوم الناس كل واحد إلا ويندم كل واحد يندم حتى المحسن يندم المسيء يندم لأنه لم يقدم بين يدي ربه ما يقابل به الله والمحسن الذي يشوفه الآن يصلي يندم يقول لك لو كان غير خدمت أكثر وأكثر إذن ذاك يوم الحسرة سماه الله تبارك وتعالى فلهذا كين فيه نجاح وهذا كالنجاح الذي لا خسارة بعده ممكن كين نجاحات في الدنيا ممكن الآن كين في وسطنا ناس ورام يسمعوا فينا ناس عنده الآن في شهر جوان عنده أكبر مشروع الآن رأوا في حياته وهو الباكالوريا أن يربح في الباكالوريا وكين الناس الآن ربما يهيئ شهادة عليا والنجاح انتعوا في ذلك الشهادة العليا وكين الناس رو يخطط هذا الأيام ربما يدير مشروع يفتح حانوت يدير شيء يسافر يدخل في وظيفة أي شيء أي شيء زواج شراء سيارة شراء بيت أي حاجة تعتبر عبارة عن نجاح إذا حققت في الحياة فهي نجاح ولكن للأسف أن هذه النجاحات كلها في الدنيا لا تكون دائما نجاحات فائزة يعني لا تحقق دائما الفائدة في الدنيا أو الآخرة وحيانا بعض الناس ما قبل الباكالوريا مسلم ومتقي وطائع ويدخل الباكالوريا ويدخل جامعة ما وش كلهم يدخل الجامعة يتغير نهائيا يتغير نهائيا ما وش دائما ولكن أقول لك هناك بعض النجاحات التي من ورائها خرب ونحن لا ندري الخير أين يكون ولذلك رب يشرع لنا الاستخارة أما المشروع العظيم الذي لا يختلف فيه اثنان والذي يجب على كل واحد فينا أن يفكر فيه هو أن تزحزح من النار وتدخل الجنة أن يزحزحك ربي ينحيك يحرم جلدك على النار نسأل الله يحرم جلودنا عنها وأن يدخلك إلى الجنة هنا يتحقق الفوز اليقين والذي لا يكون بعده خسارة أبدا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرب من لقاء ربها وهو في سكرات الموت قال لا كرب على أبيك بعد اليوم ما في ألم بعد اليوم بعد الموت المسلم يدخل فيه نجاحات ويدخل فيه راحة تامة أما الحياة فهي سجن المؤمن دار ابتلاء خلقنا الله عز وجل ليبلونا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلابد من طريق الابتلاء ولهذا أعظم شيء تحققه أنت الآن ليس هذه الأشياء التي نجعلها في هموم نبنيها كالجبال ونجعلها في قلوبنا قال الناس قال الصالحون من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر الهموم وهذا مصدق قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ما دمت أنت عندك هم واحد هو أن الله يبقى راضي عليك على طول ولا يسخط عليك أبدا مدام هذا هو همك وكل المشاريع وكل الأعمال وكل الأقوال تخضع تحت هذا المشروع أي كلمة وأي حركة وأي سفر وأي معاملة وأي مصاحبة وأي مال وأي وظيفة تكون ضد هذا المشروع غير مقبولة في الحياة غير مقبولة في الحياة هنا يبدأ الإنسان في طريق الإصلاح من هنا نبدأ طريقنا إلى الله تبارك وتعالى إذا بدأ الإنسان في طريقه حتما الهادي هو الله لذلك نحن في كل صلاة لا نقوم ركعة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى إحنا اليوم شوف نصلهم كلنا كيف كيف أنا وأنت وهدك وهدك واللي يراه يصلي واللي يراه إيمام واللي يحفظ ستين واللي يراه في المخمرة كامل تحت يد الله سبحانه وتعالى إذا ربي عز وجل أرفع عينيته عن الإيمام يروح الإيمام للمخمرة وإذا ربي عز وجل أعطى عينيته لصاحب المخمرة يقول للمخمرة صاحب المخمرة يصلي في صف الأول إذن المسألة مسألت عينية الله المسألة ما يشطرتي ولا شطرتك ولا قفزتي ولا قفزتك وإنما هي مسألة من الله يهدي الله من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه الهداية ربي عز وجل قال لنا واحد الكلمة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما كاش حاجة إلا عند الله تحب السعادة موجودة عند الله وتحب المال موجودة عند الله تحب الزوجة الصالحة عند الله وتحب الصحبة الطيبة عند الله وتحب العافية التي هي أعظم نعيم بعد الإسلام ما وجودة عند الله يعني ما فيش حاجة تطلبها عند غير الله هناك شيء أعظم شيء يناله الإنسان عند الله ما هو الهداية الهداية كذلك عند الله ما يموجودة عند حتى إنسان والله يشوف من الشباب من الوالدين تتاعوا جزاهم الله الخير على الحرص شوف يعيطوا للمشايخ كلهم يعيطوا لقاء المشايخ ويجيبوا المشايخ يتكلموا مع الإبنتهم والوالدين يخافوا الله والعائلة متدينة وولدوا أحد في العائلة ما يسواش حاكم الطريق مع وجاء الوالدين ينصحوا والمستشارين ينصحوا والأئمة ينصحوا ولا يهديه الله يعني كان حاجة ما زالت هو الإذن تعربي في الهداية ولذلك الآن أنت تقدر تهتدي بإذن من الله ولا تستطيع أن تهتدي بغير إذن الله وحنا في كل صلاة القول اهدنا الصراط المستقيم ودائما النبي عليه الصلاة والسلام علم سبطه قال قل في وترك اللهم اهدني في من هديت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه الهداية في كل حال ويقول الله اهدني أو اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاو إلى صراط المستقيم لا نحقق شيئا ولا نستطيع أن نلتزم بطاعة الله إلا بهداية من الله أنت دائما أقول لك كلمة وحدة تكلم مع الله واشكو له حالتك اشكيل ربي سبحانه وتعالى حالتك واعلم أنك إذا تكلمت معه وشكوت له حالتك وبيّنت أنك ضعيف وأنك تريد الخروج من هذه الحالة التي أنت فيها يستجيب الله وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم هذه من أعظم وسائل لإصلاح إصلاح النفس والهداية والتوبة هي أن نرجع إلى الله عز وجل بالدعاء لأن الهداية بيد الله يقدر شوف إمام يقعد معاك 24 ساعة إلى 24 ساعة هو ينصح فيك بالكلام لن يقوله لك أنا أو أفصح مني أو أحسن مني ولم أهدك شربي الله ما تروح ولكن أطلبها من الله ولكن كين حاجة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما تستناش ما تقولش ما زال ما جاتش الهداية الهداية مايش طرولي تسنها عند لاري الهداية مايش حافلة تسنها في المحطة الهداية أنت تروح لها وربي يسرها لك قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الإنسان أعطى فعله لم يوجد فعل واتقى فعله لم يوجد فعل صدق بالحسنى فعله لم يوجد فعل كان أمور لازم تعملها روح مشي حرك نفسك روح للمسجد اجعل صحبة طيبة اتخذ أسباب الله يسألك أمرك هكذا يكون تكون الهداية ينالها الإنسان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته تعرف أننا كلنا في ضلال إلا ليهديها ربي برك إلا من هديته فاستهدوني أهدكم دير في برك بل لي هذاك ليك تشوف فيه أنت طائع وتشوفه من الناس ما شاء الله مدينين وروا عندك تعرفه بلك يكون خوك من العائلة مدهاش بقفزته والله غير ربي يراه هذه بركها مكان وإحنا رأنا نفس الشيء كلنا نعصي الله وكلنا نرجع إلى الله وكلنا تحت يد الله سبحانه وتعالى وكان ربي يرفع علينا العناية نتعون نروحوا في داهية نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله يثبت قلوبنا وقلوبكم الأمر